مرحبا شعب الريبلت موقع من هيمو كوك ثاني مقطع تسريبات لليوم رح نعكي فيه بالتفصيل عن بطاقة الميجا نايت المطورة في عندي كثير مخاوف وكثير حكي بدي أحكي لكم إياه ولكن خلوني أمشي على ترتيب معين عشان ما حدا فيكم يضيع بالحكي يعشق الفارس العملاق ريالة الملاكمة إلى جالب حبه الكبير لشاربه أول مرة بعرف أنه له شوارب مع كل هجمة يقوم هذا الفارس المطور بتزديد لكمة مرتفعة قوية لهدفه تجعله يطير نحو أقرب برج تاج للعدو خلينا نشوف بالبداية طريقة اللعب فيه بعدين نشوف المعلومات تبعته أول ما ينزل نفس الميجانات العادي بعمل ضرر بالمنطقة ولكن هون المصيبة هون الكارثة أي بطاقة قريبة عليه رح يشمطها مهده يرجحها لورا وهذا الاشرح خلي في عندك خلل في توزيع بطاقاتك لأنه أنت متعود تحط بطاقة قدام بعدين تلعب بطاقات حواليه ثانيات والطريقة الثانية أنا كيف تدافع ضده بالإنفيرنو دور لو تشوفوا هون ما لقوا أي بطاقة أنه تدافع فيها ضد الميجانات إلا الإنفيرنو في عندي قائمة هائلة بالتجارب رح نختبرها أمامكم ولكن بالبداية نشوف معلوماته رح يكون المطور نفس معلومات الميجانات العادي هن خربطينهم شايلين هنا الضرر في الثانية بالميجانات المطور وحاطين مسافة الدفع للخلف أربعة هاد هو الاختلاف الوحيد والاختلاف المفصلي مسافة الدفع رح تشوفوا هسا العجب والعجاب نقاط الإصابة 5808 نفس العادي ضرر القوات الناتجة يعني أول ما ينزل والضرر في المنطقة 390 نفس الضرر اللي عنده وبرضو كمان نفس نقاط الصحة الاشي الوحيد المختلف اللي هو مسافة الدفع للخلف بالبداية خلينا نشوف الميجانات المطور أمام الميجانات المطور شو الخبصة اللي رح تصير زي ما بنعرف الميجانات المطور مع أول ضربة بضربها برجع البطاقة الوراء لو عادي ضلهم مكانهم طيب فصراحة في خبصة بالموضوع يعني لو تلاحظوا طريقة الميجانات بالنط وبالحركة بتحسش حالة بكلاش ريل صح؟ بدي أبدأ تجاربي بانه انت كيف تدافع عن الميجانات أول بطاقة سنختبرها اللي هو الفارس من أفضل بطاقات الدفاعية أمام الميجا نايت العادي فخلينا نشوف هل أمام الميجا نايت المطور سيعمل نفس الشغول مع أول ضربة للميجا نايت عم برجع كثير لورا والبرينس عم بعمل تشارج إذا تنتبه هنا معلم بيك فيه خربطة فيه خبصة صايرة والبرينس اتدمر وبرضه كمان البرج اخد دمج التجربة الثانية رح علعب بعربة المدفع كما تعرفو برضه من أفضل دفاعات أمام الميجا نايت خلاتها بالنصر عشان البرجين يمسكوا الميجا نايت وهونا بـ عم بترجع البطاقة مش لورا عم بترجع البطاقة عالم برج التجربة الثالثة رح علعب بالأشقياء برضو كمان رح خليهم بأفضل مكان دفاعي كما تعرفو أنه حالي يعني اللعبي اللي أنا بلعبه للميجا نايت العادي عم بلعبوا للميجا نايت المطوط صراحة الفكرة أنك ترجع البطاقة عالبورج جدا مؤذية شوفوا لي المصيبة هاي بالعادة احنا نلعب الهنتر او الصياد كثير قريب عليه عشان ما ينط عليه والصياد اوفي الدميج اللي عملوا عليه يعني هاي اول بطاقة اتكانسلت احنا كنا ندافع على الميغا نايت العادي بالهنتر جدا طبيعي اما مع المطور ما بيأخذ الا ضربة واحدة نشوف الميني بيكا اذا بتحمل كتل ولا لأ والله صراحة مع كل ضربة برجعه لورا جدا مؤذي يعني انت عم بتطيره لورا وعم بتنط عليه يعني صراحة ذياق وبرضه كمان بتعمل سبلاج دامج يعني اذا فيه بطاقات حوالي الميني بيكا كله بروح بالهوى سوى واحدة من افضل الدفاعات امام الميغا نايت العادي منلعب احنا هونا فارس فبالتالي الميغا نايت بنط عليه وانا بلعب وراه قوبلين هذا الاشي كثير انا بساويه بالبثل مباشر اذا بتلاحظه انا بلعب امام الميغا نايت وهنا بالحركة هم شوح يزبط يعني يدمر القوبلين ودمر الفارس وبرضه كمان نطع البرج واخد كمان ضرب عليه صراحة جدا قوي بدي احكي شغلة قبل ما نكمل تجاربنا الميغا نايت المطور للأسف ما رح يكون موجود بالرويال باس الرويال باس رح يكون فيه البكاء المطور ولكن الميغا نايت لازم نشتريه من المتجر على الاغلب رح يكون بعشرة دولار بطريق الوحيدة ان تفتح الميغا نايت بدون ما تضطر ان تشريه بالفلوس الحقيقية اللي هو تستخدم ست شضايا تطور ان شاء الله انها كلاش رويل اتيجي نضرب الموضوع قبل ما ينزل على الليبه واحدة من افضل الدفاعات امام الميغا نايت العادي اللي هو الميتي ماينور ولكن للأسف اوكي هانا نطع بالغلط بالعاد انا بلعب كثير قريب عليها عشان ما ينطع ونطع عليه مرتين شعلي التشارج عنه او ماي قاد رجع ورا البورج وبرضه كمان اعطاه سبلاش داميج وعم بيدمره من السبلاش داميج وهو ماسك البورج مش هيك صراحة من الامانة بلس الموضوع يدايقني انا انا طول حياتي بحكي للميدي لادر انو الميغا نايت مش كثير قوي وجدا سلع انك تصده ولكن مع اللي قاعد بشوفه صراحة الموضوع جدا جدا جنان يعني هون العبنا برباريون مطورين امامه وصراحة يعني فرتكهم اتفرتك المشكلة الميغا نايت انت بتدافع فيه بتعمل فيه كونتر بوش فعالاغلب رحكون فيه بطاقات وراي يعني مرحكون لحاله طلع حتى البرباريونز كلهم ماتوا خليني اختبر عليه الفيشرمان زي ما انا دايما بلعبه بالعادة عشان افعه فيه بوش لملك بخليه من هنا ولكن بالعادة بجيب له النص عشان اخلي البرجين يضربوا عليه بس يعمل النطع طبعته بلعب حواليه قوبلينز وصراحة ايه دافعنا دفاع جميل لا صراحة دفاع جميل اشوف اسب اليلت برباريونز رح خليه يتحاوط واحد عيمين واحد عشماله عشان ما يعطيهم الاثنين سبلاش داميج والاثنين عم برجيحهم على البرج فبالتالي عم بخليهم قدامه وعم بدمجه والله معلم قوي يا اخي مش هيك يا اخي مش هيك والله مو هيك اخلصنا من الميغا نايت بالهجوم خلينا اشوف الميغا نايت بطريقة دفاعية بالعادة الهوغ رايدر لما لعب علي الميغا نايت لحاله رح ياخد ضربة اجبارية ولكن طول ما هو الميغا مان مش هيك والله مو هيك يعني هون طلع يعني تخيل مثلا لو بدا لعب علينا ثلاث حمير قدامه تمام ثلاث حمير قام دلعب مش احمرين ثلاثة خلينا نشوف بالله يعني تصلوا على النبي ممكن ممكن قضي طريقة انك والله صمتهم تصمت خطر بالي كيف ممكن نعمله ونخليه شوية بالانس مش مع كل بوكس وترجع ليها 4 متر لورا يا انك بتقلل لنسبة الترجيع لورا ثانيا ممكن انه بين كل ثلاث ضربات زي المانك ثالث ضربة بترجع البطاقة لورا لانه هذا مش لعب يعني هسا اللي فيلعب بالرويال زيانت مستحيل يوصلي للرويال زيانت للبرش تبعك والمشكلة فيه انه مثلا انه البرش تض Legal هو بك تعمل احتشال مع ضربة تضريل بطاقة تضبbur وهو بتضبط 구торы فاااااااا� امام الرام ريدر برضه بتاخد ضربة ولكن كاذا أنه يستفيل صغير من azt على المقناط يطلع تجريتك انت هر على بوكس 3 م searching ترجمة نانسي قنقر المفروض يأخذوا شوية الدماج لانه مهنة اربعة يعني ما رح يلاحق عليهم كلياتهم بس تخيل انت تلعب خمسة كسير اتدمج شوية بوجه الخصم وتلاقي فيه ميغانات مطور جاي عليك مش لحاله هون لحاله انت هون مش خايفين بكرة بس تلاقي البتنران مطورة وراها والر جي مطورة وراها معلم لازم تخاف خطر بالي فكرة ميغانات مطور مع بيكا مطورة لازم نجربها على اغلب الميغانات المطور ما رح ينزل بهاي القوة على اغلب رح يتضاعف ولكن كيف رح يتضاعف ما بعرف هل رح يضاعفو بعد ما ينزل بالمتجر والناس تشتريه ولا قبل ان شاء الله على اغلب رح يكون كمان قبل لانه صراحة جدا قوي حاليا واذا انه اللاعبين اشتروه بعدين ضاعفوه وصراحة رح تصير فيه بلبلة خاص نص انه مش من البت الباس لازم تشتريه من المتجر يعني صح هون البكة دافعت عن الميغانات ولكن البورج اكل ميت خازوق تقييم الميغانات المطور على مقياس هيموميتر مليون من عشرة نيرف اضطراري عشان اكون منصف معكم كلاش رويل تقريبا من كم شهر عم بتحاول جاهدة بانه ترجع اللاعبين يحبوا كلاش رويل وهذا الموسم واحد من هاي الامثلة جابوا الميغانات المطور والبكة المطورة اللي هن اعداء الدودين من زمان احمر و ازرق وخلوهم بنفس الموسم ولكن لو تشوفوا هون البيتوين جدا واضح يعني ياللي ما مع عشرة دولار يشهر الميغانات المطور راح يواجه جدا صعوب انه يفوز على خصومه ياللي مع الميغانات المطور هاد اكثر اشي بيد راحكم اياه احكول لي رأيكم انتو بالميغانات المطور واستنونا غدا باخر مقطع تسريبات الموسم القادم للسلم اللايك طعليق جميل وانتظرونا قريبا ان شاء الله متى اشتركوا في القناة واعملよ شكرا